نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن أنباء بشأن صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن موضحاً أنه يسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بجميع المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بما فيها منطقة الأهرامات بشرط وجود رقابة عليهم سواء من أولياء الأمور أو مشرفين رحلات المدرسية وذلك بهدف حمايتهم في المقام الأول مع تعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية دون الإضرار بالسياحة وزوار مصر